السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو أصدقاء المشاهدين سوف نستعرض مجموعة من التقارير السياسية الهامة التي تشهدها الساحة الدولية اليوم وما يمكن أن نستنتج منها في المرحلة القادمة حيث إن الرئيس الأوكراني زلينسكي حل بين القادة العرب وأوروبا بدأت تسعى نحو الصين أما إفريقيا فبدأت بالدخول لتهدئة الأوضاع الروسية الأوكرانية كيف ذلك؟ تابع معي لتعرف ماذا يحدث في البداية سنبدأ من حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينسكي مؤتمر القمة العربية التي عقدت في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وقد دعا في كلمة ألقاها هناك كل الدول العربية لدعم مقترح أوكرانيا المكون من عشر نقاط من أجل إنهاء الصراع بين بلاده وروسيا قال زلينسكي أنه يدعو الحاضرين في القمة العربية طبعا إلى حماية شعبه بما في ذلك المسلمين الذين يعيشون هناك حيث حضر معه وفد يضم العديد من المسلمين الأوكرانيين ومنهم زعيم تتار القرم مصطفى جميلف وقد أشاد الرئيس الأوكراني في إطار كلمته بجهود المملكة العربية السعودية للوساطة في موضوع المعتقلين ضمن الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة ونوها إلى ضرورة إنقاذ منهم في السجون الروسية بالرغم من اختلاف الرؤية للمشهد السياسي بين بلاده والعديد من الدول العربية حيث قال أيضا بأن الشعب الأوكراني يحب السلام وأنهم منفتحون على المجتمع الدولي وقال بأن العلاقات بينهم وبين العديد من الدول العربية تطورت منذ عام 2021 وقد ذكر أمثل على ذلك كالعلاقة التي تربط بلاده بالسعودية وسلطنة عمان والكويت وغيرهم وذكر زيلنسكي بأن السياح والطلاب العرب من مختلف الدول كانوا يقصدون بلاده وهو يتأمل أن يعود ذلك في المستقبل القريب حيث أن هناك ما يزيد عن عشرة آلاف طالب عربي يأتون إلى الجامعات الأوكرانية كل عام من الأردن ومصر والمغرب والليبيا والجزائر ودول أخرى كما أكد أن بلاده تسعى للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي من خلال تأمين القمح بالرغم من الحرب الدائرة هناك قال أيضا أن الحرب الجارية حاليا جعلت الدول تأخذ مواقفا متباينة لكنه قال بعدم قبول أي أحد لمنح أراضيه للغير وأن لا أحد يقبل أن يؤخذ منه أطفاله ويتم تعليمهم على كره بني جلدتهم وشدد زيلنسكي في خطابه أمام الزعماء العرب على ضرورة دعم القادة العرب لجهوده إنهاء الأزمة في بلاده وكشف عن معاناة بلاده من الحروب تماما كما حدث في العراق وسوريا والسودان واليمن وأن هذه الحروب سببت وتسبب تكاليفا باهظة وأنهى زيلنسكي كلمته بأنه يرحب بالمبادرات التي تؤدي إلى إنهاء الحرب ودع الجميع إلى الاطلاع على وثيقة إنهاء الصراع ذات النقاط العشر ودعمها لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الثاني وهنا سوف تتساءل عن معنى زيارة الرئيس الأوكراني في هذا الوقت إلى المملكة العربية السعودية وحضوره للقمة العربية وإلقائه هذا الخطاب هذا يعني بأن السعودية تقولها وبوضوح أنها لا تقف مع أي طرف من الأطراف في النزاع القائم فهي ليست داعمة لروسيا بعكس الاتهامات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي رأت أن المملكة تمول الحرب عبر خفض إنتاج النفط والمحافظة على أسعاره العالية وذلك بحسب وجهة النظر الأمريكية لدعم الرئيس فلاديمير بوتين كما أن السعودية أيضا أرادت أن توضح أنها ليست مع سياسات واشنطن في المنطقة بشكل كامل وخصوصا من خلال فتح المجال لعودة سوريا إلى القمة العربية في نفس الوقت الذي حضر فيه الرئيس الأوكراني فالدول العربية هنا تحاول إيصال رسالة بأنها محايدة وتحاول في الوقت نفسه الاستفادة من الأزمات والصراعات السياسية الحالية فيما يخدم مصلحتها في الفترة المقبلة هذه التطورات المستمرة على الساحة الأوكرانية تشغل العديد من دول العالم وخصوصا أوروبا التي تدرك تماما أن النهاية سوف تكون على طاولة المفاوضات وثقا لمصالح الجميع وأن الصين تعد اليوم أكثر دولة قادرة على إنهاء النزاع بما يرضي جميع الأطراف بسبب سياستها مثل ما قلنا لكم في أحد الفيديوهات السابقة بأن بكين بيدها إيقاف كل شيء عندما تريد فالطرف الأوروبي قد لحق به الكثير من الضرر الاقتصادي نتيجة لهذه الحرب وخصوصا في قطاع الغاز الطبيعي حيث كانت روسيا المورد الأول له الآن يسعى القادة الغربيون لإنهاء الصراع على الرغم من مواقفهم المتشددة حيالا روسيا كما إن الوقائع على الأرض تؤكد أن روسيا والغرب يعملان على تجنب الذهاب إلى المراحل القصوى في النزاع وهذا يدل على أن جميع الأطراف ترغبوا في أن يكون الحل لصالحها في ذات السياق أعلن سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زلينسكي استجابا لطلب من عدة زعماء أفارقة لاستضافتهم في محاولة لبحث خطة عمل مقترحة لإنهاء النزاع بين الطرفين وكشف رامابوسا في لقاء صحفي قصير جمعه مع رئيس الوزراء في سنغافورا عن استعداد بلاده أو سنغافورا نفسها لاستقبال الرؤساء الأفارقة وإجراء حوار لسبيل وضع حد لهذه الحرب الجارية وقال بأن فرص نجاح هذا الحوار ستتوقف على طبيعة المناقشات التي ستجري وبين أن الزعماء الآخرين المشتركين في خطة السلام هم السنغال ومصر وأوجندا وأوضح أنهم قد أعلموا البلايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والأمين العام للأمم المتحدة بما سوف يقومون به وأكد رامابوسا بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قدما دعما حذرا لهذه الخطوة ولا تعد هذه الخطة الأفريقية الأولى في محاولة حل النزاع وقد سبقها العديد من المبادرات الأخرى كان هناك اجتماع عقد في البداية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا برعاية تركية من أجل إيجاد حل لكن في النهاية لم يتم التوصل إلى اتفاق كما أعلنت الصين عن مبادرة سلام أيضا لكنها لم تنجح حتى الآن في إنهاء الحرب بينما أعلنت أوكرانيا مؤخرا عن خطة من عشرة بنود لإنهاء الصراع والتي عرضتها على القادة العرب وطلبت دعمهم لها وهذه البنود هي التالية البند الأول يتضمن السلام النووية والابتعاد العسكري عن محطة زاباروجيا للطاقة وهي الأطخم في قارة أوروبا البند الثاني يتعلق بحماية الصادرات الأوكرانية من الحبوب وضمان الأمن الغذائي العالمي البند الثالث فرض قيود على الطاقة الروسية واستعادة البنى التحتية المتضررة من الصراع البند الرابع الإفراج عن جميع المعتقلين البند الخامس إعادة جميع أراضي أوكرانيا بما فيها إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم البند السادس انسحاب القوات الروسية واستعادة أوكرانيا لحدودها السابقة البند السابع محاكمة من قام بجرائم حرب وإنشاء محكمة خاصة لهذا الغرض البند الثامن إزالة الألغام واستعادة المرافق المائية البند التاسع منع تصعيد النزاع عبر تشكيل هيكلية أمنية أوروبية أطلسية تعطي ضمانات لأوكرانيا البند العاشر توقيع وثيقة بخصوص ما سبق من قبل جميع الأطراف المعنية هذا فيما لا تظل روسية تطالب بأن تقبل كييف أن تكون محايدة جيوسياسيا وأن تعدل دستورها لضمان عدم نشر أسلحة على أراضيها وقبولها بأن شبه جزيرة القرم ولوغانسك وخيرسون ودونتسك وزاباروجيا هي أراضي روسية وتجريد أوكرانيا من السلاح وإبعاد أصحاب النزاعات النازية والقومية عن الحكم أما فيما يحدث الآن في الميدان فقد استأنفت روسيا ضرباتها الصاروخية بعيدة المدى بعد أن توقفت لعدة أسابيع حيث تم استهداف كييف بعدة ضربات موجهة وذلك بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين الجانبين فيما تعمل أوكرانيا على البدء بتنفيذ هجوم مضاد كانت تحشد له منذ عدة أسابيع لكن الرئيس زلينسكي أعرب عن أن الهجوم سيتم تأجيله لبعض الوقت من أجل تفادي وقوع المزيد من الضحايا ما رأيك عزيزي المشاهد في مشاركة زلينسكي ضمن إطار القمة العربية وهل يمكن للقادة العرب أو الأفارقة المساهمة في حل هذا الصراع وهل أصلا سوف يتم الحل بشكل سلمي وفقا للشروط الأوكرانية أم وفقا للشروط الروسية اكتب لي عن كل ذلك في خانة التعليقات أسفل الفيديو لا تنسى دعم القناة بالضغط على أزرار الشكر والشير واللايك والاشتراك وإلى لقاء جديد قادم كل مساء بإذن الله اشترك في قناة ريوش تيفي وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول ترجمة نانسي قنقر